قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين على آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد المسح على الخفين رخصة من رخص الله عز وجل لعباده المؤمنين يتميز بها أهل السنة والجماعة خلافا للرافضة والخوارج الذين لا يعترفون بالمسح على الخفين لا سيما الروافض الذين يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخف ولا يغسلون أيضا الأقدام وقد سئل الإمام أحمد بن حمد رحمه الله رحمة واسعة عن المسح على الخفين قال ليس في نفسي منه شيء فقد روي عن أكثر من أربعين صحابين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي يغلى فيه أهل الرفض والشيعة عليهم من الله ما يستحقون مع ذلك لم يقبلوا به ومسحوا على أرجلهم لا على الخفين وكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحبون أن يسألوا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن المسح على الخفين لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة والتي فيها آية الوضوء فرأوه مرة يمسح على الخف فقالوا أتفعل ذلك؟ قال ولم لا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال إبراهيم النخعي فأحب هذا الأمر لأن إسلام جرير كان متأخرا بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء أما شروط المسح على الخفين فهي تنقسم إلى قسمين شروط متفق عليها بين أهل العلم وشروط مختلف فيها أما الشروط المتفق عليها بين أهل العلم أن يدخل القدمين طاهرتين طهارة الوضوء في الخفين واستدلوا بذلك بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتودأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإني أدخلتهما طاهرتين فاتفق أهل العلم على أنه لا يجوز المسح على الخفين ابتداء إلا إذا كان قد لبس وكانت القدمان طاهرتين طهارة الوضوء في الخفين فهذا هو الشرط المتفق عليه أما الشرط المختلف فيها بين أهل العلم فأولا أن يستر الخف جميع القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين وهما العظمتان الناتئتان في أسفل الساق هذا هو موضع الغسل في الوضوء في القدمين قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم إلى الكعبين أما ما يسمى في الآخر فهذا إثم العقب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار فموضع الغسل في الوضوء هذا هو ما يجب ستره واستدل بذلك أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على المحرم أي للعمرة والحج أمورا ذكر أمورا منها فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما دون الكعبين دون الكعبين فاستدلوا بذلك على أن الخفة يكون ساترا لجميع القدم وهذا هو المطلوب وبعضهم قال بأن ذلك لا يشترط فيه الشرط الثاني أن يكون الخف ثابتا أو ما يحل محلة يكون ثابتا بمعنى أنه إذا مشى فيه لا ينزل عنه ويخلع عن القدم وكذلك الجورب والشراب ثالثا أن يكون ثخينا وصفيقا لا يصف البشرة ولا أن يكون مخرقا فيصف بعض أجزاء القدم واستدلوا بذلك بأنه لا يجمع بين مسح وغسل للمنطقة التي ظهرت في من الخف أو من الشراب المقطوع أو الشفاف وغير ذلك واختلفوا فيه وهذا الخلاف قوي جدا حتى أن بعضهم أجازه مطلقا وبعضهم منعه مطلقا أي لبس الخف المقطوع أو الشفاف وكذلك الجورب والشراب حتى قال بعضهم كأبي حنيفة وغير إذا كان القطع أكثر من ثلاثة أصابع فلا يمسح عليه أما إذا كان دون ذلك فيمسح عليه وبعضهم قال إذا كان القطع فاحشا فلا يمسح على الخف أو الجورب أما إذا كان القطع يسيرا فلا بأس بذلك والخلاف فيه قوي جدا أما مدة المسح على الخفين فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن أي أن المقيم له 24 ساعة والمسافر له 72 ساعة وستدلوا بذلك بأحاديث كثيرة وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن خزيم بن ثابت رضي الله عنه وعن صفوان بن عسل رضي الله عنه وعن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليالهن احتساب مدة المسح على الخفين تكون بداية من أول مسح على الخفين أو على الجورب أو على الشراب وبعضهم قال من أهل العلم ابتداء من أول حدث بعد لبس الخفين أو الجورب أو الشراب واستدلوا بذلك بأدلة منها أنه قالوا أنه أجيز للرجل المسح للخفين بعد الأول حدث من لبس الجورب أو الخف أو الشراب وأما الآخرون فاستدلوا بأن جاء في بعض الأحديث بالمسح ثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر كما جاءت في بعض الروايات في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه ينقض وضوء الماسح على الخفين بنواقض الوضوء المعروفة ويزيد عليها أمران الأمر الأول أن تنتهي مدة المسح على الخفين أو الجورب أو الشراب التي هي يوم وليلة بالنسبة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر وقال فريق من أهل العلم أنه ولو انقضت المدة وما زال على طهارته وعلى وضوئه فإنه على وضوء وطهارة حتى ينقض وضوءه الأمر الثاني إذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهم فإنه ينقض وضوءه وقال بعض أهل العلم أنه لا ينقض وضوءه لأنه مسح على شيء أبيح له كما مسح على شعره ومع ذلك قص شعره ومازال الرأس موجود فإنه ليس في ذلك بأس وقال بعضهم إذا خلع نعليه وغسل رجليه فلا شيء في ذلك وهذا لمن يقول بعدم الموالاة بين أعضاء الوضوء كل هذه الأحكام تمشي على الرجل وعلى المرأة في المسح على الخفين والجوربين والشراب وغير ذلك مما يستخدم بشروط السابقة وبالأحكام السابقة هناك مسائل عدة في هذا الأمر أولا إذا لبس الرجل خفيه أو شرابه ثم سافر بعد أن كان مقيما ولم يمسح عليها فتبدأ مدة المسح على الخفين من أول ما يمسح وهذا يكون أخذ حكم المسافر ويأخذ ثلاثة أيام بلياليهن الأمر الثاني إذا مسح وهو مقيم ثم سافر في مدة المسح للمقيم التي هي يوم وليلة ثم سافر هل يتم اليوم والليلة ويخلع خفه أو شرابه أم يتم ثلاثة أيام بلياليهن بما أنه مسافر اختلف أهل العلم على القولين الأمر الثالث إذا كان مسافرا ومسح على خفيه وهو مسافر ثم أتى إلى بلدته التي يقيم فيها فهل يتم مدة المسافر ثلاثة أيام بلياليهن أم يتم مدة المقيم تقريبا اتفاق على أنه يتم مدة المقيم التي هي يوم وليلة هذا باختصار شديد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين